نريد أن نلعب عيشوا مع أسرتي في عمارة سكنية مكونة من عشرة طوابق وفي أول يوم من الإجازة قررنا اللعب بأحد ممرات العمارة فمساحته كبيرة وبدأنا نلعب لعبة الاختباء فارتفعت أصواتنا ثم لعبنا بالكرة فازدادت أصواتنا ارتفاعا أخذ الجيران يشكونا من ارتفاع أصواتنا وطلبوا مننا الكف عن اللعب لكن هذا هو المكان الوحيد المناسب للجرح واللعب فحزنا واضطررنا للجلوس في منازلنا وهنا قرر أهل التدخل ومناقشة المشكلة معنا أولا فقام أبي بعمل اجتماع معنا وجلس يناقشنا ويستمع إلى آرائنا واقتراحاتنا لحل المشكلة فوضحت الصورة لديه فنحن نريد اللعب والاستمتاع بطفولتنا ومن الصعب أن نلعب في هدوء بلا حركة أو صوت ثم قام بعمل اجتماع مع كل سكان العمارة وتحدث معهم عن المشكلة فانقسمت الآراء إلى قسمين الأول لديهم أبناء وقد اعتادوا أصواتهم وصرخاتهم وحركاتهم الكثيرة فليس لديهم أي مانع في اللعب بالممرات والقسم الآخر إما هم كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل هذه الأصوات وأما أسرة لديها طفل رديع ترجو أن ينام بهدوء دون إزعاج فهم يرفضون أن نلعب بالمر مرات اجتمع كل القسمين على أننا من حقنا اللعب وممارسة طفولتنا بحرية وسعادة ولهذا فقد وضعوا حلا للمشكلة وهي أن قاموا بالاتفاق مع مركز الشباب بالمنطقة على حجز ملعب الكرة ساعتين يوميا لنا وستقسم مهام الإشراف على الأهل بالتناوب فكل يوم ستكون هناك أسرة مسؤولة عن الإشراف علينا بالمركز وبالفعل أصبحنا نجتمع يوميا في مركز الشباب ونلعب بحرية واستمتاع ودون إزعاج الجيران